نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في عدد من محافظات الجمهورية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان نفى تلك الأباء وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بأي محافظة من محافظات الجمهورية كما أشارت الوزراء إلى امتلاك مصر لبرنامج ترصد من خلاله وتقصي للأمراض الوبائية وهذا الجهاز يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أو بيئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد ووضحت الوزراء أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمطارات والموانئ وكذلك المنافذ البرية لمنع تصر بأي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق مبوءة